ويطل الآن فخامت الرئيس الأمراكي دولال ترامب وهو يلوح بيديه مع زوجته السيدة ميلينيا ترامب وبدأ بالنزول على سلم الطائرة في أول خروج لهما من الولايات المتحدة الأمراكية إلى أرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتقدم مستقبل ضيفه الكبير ويصافح الآن فخامت الرئيس وهذه السيدة زوجته ميلينيا ترامب ويرحب خادم الحرمين الشريفين بضيفه وتبدو الابتسامات على محييهما حيث سيتجهان الآن إلى حيث السلام الملك السعودي والجمهوري الأمراكي وفي حديث باسم مع سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وههم الأطفال الذين يرحبون بالورود بضيف البلاد وزوجته السيدة ميلينيا ترامب سيد دولد ترامب هو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمراكية والذي تسلم مهام الرئاسة في منتصف يناير من هذا العام بعد معركة انتخابية كبيرة خضها مع منافسيه وكانت الأشهر فيهم هلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطية حديث باسم بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس دولد ترامب وهم يتجهان إلى حيث يمكن أن يقفا بعد قليل في هذا الاستقبال المهيب الكثير الآن يشاهدنا عبر شاشات التلفزيون العالمية هنا في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي والأمة الإسلامية وكذلك عالميا بالتأكيد هذه الزيارة مهمة جدا وكذلك القمم التي ستنطلق هذا اليوم وغدا لها تأثير سياسي واقتصادي واشتراتيجي على مستوى كبير بين البلدين وكذلك على المستوى العالمية فوجود أكبر قيادتين القيادة السعودية بما تمثله من قيادة للعالم الإسلامي وكذلك القيادة الأمريكية تمثل أهمية بالغة القصوى بحيث أن مثل هذا اللقاء سينتج عنه الكثير وقد كان من أهداف القمة محاربة التطرف والإرهاب والقضاء على تنظيماته وحشد القوة وكذلك الدعوة إلى إنشاء بعض التحالفات العسكرية كانت عربي في المنطقة من أجل كبح وإيقاف هذا المد التخريبي للإرهاب والدول الراعية له والمنظمات التي تسعى لإحراق الأمن والسلام في هذه المنطقة لعل الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم تعرف وتدرك جيدا الخبرة السعودية وتدرك قوة المملكة العربية السعودية في مواجهتها للإرهاب وما عانته طيلة السنوات الماضية نشاهد الآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وضيفه رئيس دونالد ترامب وهم يتجهون إلى داخل الصالة الملكية نشاهد الآن grease